اهلا بكم في نشرة الاخبار من يو تي في هذا ابرز ما فيها اشهر منظمة حقوقية تنتقد محاولة تعديل احوال العراق الشخصية يوم رئيس تحذر من انتهاك اربع اتفاقيات وعهود دولية بسن المقترح يبيح زواج الاطفال ويجرد النساء من الحماية جد الوجود المقاتلين الامريكان في العراق يحاصر الحقيقة بوابل من الاسئلة واشنطن ترفع نبرة التصريحات عن زيادة القوات عبر شرق الاوسط وجدولة بغداد انسحاب المستشارين تتخربط حذرت منظمة يوم رئيس واج من اثار كارثية في حال تعديل قانون الاحوال الشخصية مؤكدة انه يشرع مشكلة زواج الاطفال المتنامية في العراق بدلا من محاولة حلها تقرير للمنظمة الحقوقية ذكر ان التعديل المراد اجراءه يسمح بزواج الفتيات التي لا تتجاوز عمرهن تسع سنوات وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي وازالة اوجه الحماية للمرأة في الطلاق والميراث واضف تقرير ان تعديل قانون الاحوال يعرض الاطفال من الفتيات المتزوجات لمخاطر العنف الجنسي والجسدي وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية والحرماني من التعليم والعمل اذا جدل كبير على مساعي تعديل قانون الاحوال الشخصية دفع منظمات حقوقية محلية ودولية الى التحذير منه وتسطيط الضوء على ابرز تلك التعديلات من تلك المنظمات هيومن رايس والتفاصيل في هذا العرض اذا اقر التعديل ستكون له اثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي منظمة هيومن رايس ووش تضع مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي تحت المجهر وتؤكد في تقرير اصدرته ان البرلمان يسعى لأسماح لمرجعيات دينية بدلا من قانون الدولة بتنظيم شؤون الزواج والميراث على حساب الحقوق الاساسية ويضيف تقرير المنظمة الحقوقية ان التعديل المراد اجراؤه يشرع زواج الاطفال من الاناث في سن التاسعة ويعرضهن لمخاطر العنف الجنسي والجسدي وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية والحرمان من التعليم والعمل فالفتيات مكانهن في المدرسة والملعب بدل ان يرتدينا فستان الزفاف يتابع التقرير ويؤكد ان المقترح يشرع مشكلة زواج الاطفال الكبيرة والمتنامية في العراق بدلا من محاولة حلها وبحسب المنظمة الدولية فان معدلات زواج الاطفال في العراق تحت سن الثامنة عشرة عاما ارتفعت خلال العقدين الماضيين الى ثمانية وعشرين بالمئة اما بعثة الامر المتحدة في العراق يونمي فقد احصت في وقت سابق اثنين وعشرين بالمئة من الزجاج غير المسجلة لفتيات لم يبلغن الرابعة عشرة من العمر وفيما يتعلق بتطبيق المدرسة الفقهية تبعا لمذهب الزوجة في مقترح تعديل القانون ترى هيومن ريس ووتش ان هذا الترتيب يكرس الطائفية في العراق ويقوض الحق في المساوات القانونية المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من الدستور والقانون الدولي لحقوق الانسان وفيما يتعلق بالمطلقات تقول هيومن ريس اذا طبق تعديل الاحوال الشخصية فستفقد النساء كثيرا من وسائل الحماية وبعض الحقوق في الميراث كما انه ينتهك اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة سيداوة التي صادق عليها العراق عام 1986 وينتهك ايضا اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها بغداد عام 1994 وخلص التقرير الى ان تعديل قانون الاحوال الشخصية ينتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مطالبا اعضاء مجلس النواب برفض مساعي تجريد النساء والفتيات من الحمايات القانونية وبخلاف ذلك فان الاجيال الحالية والمستقبلية من النساء العراقيات ستظل مخنوقة بنظام قانوني ابوي قمعي بحسب المنظمة في هذا الشاني ايضا استنكر مركز النخيل الحقوق والحريات الصحفية حملات تحريض وتهديد يتعرض لها محامون ومحاميات اثر ممارسة حقهم القانوني والدستوري في ابداء رأيه بشان تعديل قانون الاحوال الشخصية وفي بيان له ذكر المركز انه رصد تصاعدا في خطاب الكراهية والتخوين ضد المحامين وكذلك الناشطين من منصات اعلامية معروفة التوجه والانتماء وسبق لها انهاجمت وحرضت على صحفيين خلال فترات ماضية ابد المرصد اسفه لانخراط رجال دين في هذه الحملة مشيرا الى استخدام كلمات نابية واتهامات رخيصة بعيدة كل البعد عن الدين والاخلاق وحمل المرصد الحكومة العراقية واجهزتها التنفيذية مسئولية حماية اصحاب الرأي من الترهيب المستمر مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق هذه الجهات والاشخاص سجال وصحب القوات الامريكية من العراق يحاصر بوابل من الاسئلة عن مضامين جولات الحوار الامني بين بغداد وواشنطن فبينما تؤكد الخارجية العراقية ادراج انهاء وجود المستشارين العسكريين في الحوارات المشتركة يتحدث البنتاجون عن زيادة عدد قواته في المنطقة تفاصيل اكثر في هذا التقرير في زاوية حرجة تنحصر الدبلوماسية العراقية وتصطدم بالتصريحات الامريكية حول استمرار وجود قوات الولايات المتحدة القتالية بل وزيادة عددها في المنطقة فيما تحاول بغداد موازنة المواقف عبر وصف تلك التصريحات بغير الدقيقة واعلان تاجيل جدولة انسحاب المستشارين العسكريين بفعل التطورات الاقليمية فما الذي لم تقوله البيانات المتضاربة بين بغداد وواشنطن والمحاطة بالتباس وخلاف وضبابية في المواقف هل أخفق العراق في إدراج انسحاب 2500 مستشار أمريكي على جدول أعمال اللجنة العسكرية المشتركة لإنهاء مهام التحالف أم أن الولايات المتحدة انقلبت على الاتفاقات أو أن ما يجري نتيجة حتمية تتعلق بغصف عين الأسد الأخير بعدما أسقط خمسة جرحة وعبور خط التماسي المتفق عليه مع الفصائل لا إصابات ولا قتلى وبالتالي انهيار المفاوضات والعودة إلى المربع الأول وفي خضم سجال التصريحات والبيانات المتضاربة يؤكد البنتاجون زيادة عدد قواته في المنطقة لأربعين ألف جندي بهدف تعزيز الردى ومنع توزع الحرب في الشرق الأوسط وإن في أي حديث عن سحب قواته القتالية من الأراضي العراقية وذلك حالة تخضع لمعادلة الربح والخسارة في الاستراتيجية الأمريكية التي استخدمت إلى المنطقة غواصة نووية وسربا من طائرات F-22 المتطورة وحاملة الطائرات فالانسحاب وفق الرؤية الأمريكية يعني التخلي عن المصالح والتسليم للخصوم واختلال موازن القواء وبالعودة إلى بدء الحوار الأمني بين واشنطن وبغداد مطلع 2024 ففي كانون الثاني أعلن العراق المضي باتفاق جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق وفي كانون الثاني أيضا أعلن الجيش الأمريكي إرسال 1500 جندين إضافي إلى سوريا والعراق في إطار عملية العزم الصلب العملية التي لا يبدو أنها ستنتهي قريبا هذا وقال محللون إن الحكومة هي من تحدد حاجة البلاد لوجود مستشارين وقوات أمريكية في العراق مشيرين الاحتمالية تعرض الوضع الأمني للخطر في حال خروج تلك القوات الموجودة بناء على طلب بغداد العراق اليوم هو بحاجة إلى وجود مستشارين أو قوات أمريكية هذا من يحدده هو القائد العام للقوات المسلحة الذي يمتلك وزراء داخلية ودفاع ومستشارين عسكريين يمتلكون الخبرة والدراية والخطر الذي يتعرض العراق إذا انسحبت هذه القوات بغضب أو بزعل ليس بتراضي بين الطرفين أنا أعتقد تواجد الأمريكان هو تواجد شرعي وقانوني ودستوري لكن من يحدد هو فقط القائد العام ترغب الولايات المتحدة بالبقاء أو لبقاء برضى الحكومة العراقية تعطي هذه الرسائل إلى الدول المجاورة خصوصا إيران بأن الولايات المتحدة هي متمسكة بالتواجد العراقي بغياب القوات الأمريكية سيكون الوضع الأمني في العراق في خطر القوات الأمريكية جاءت بقرار من قبل الحكومة العراقية ولدينا اتفاق ستراتيجي مع القوات الأمريكية فبالتالي الحذر الموجود داخل العراق هو غير متوفر ولا توجد هناك ضغوط على صاحب القرار الأمريكي العراق يبذل جهودا من أجل أن لا يكون طرفا في الصراع لكن على الولايات المتحدة أيضا أن تبذل هذه الجهود من أجل أن يلا يكون العراق طرفا في الصراع رائحة الخوف تشكل صحبا في سماء العراق لا تراها سوى شركات طيران فتحجم عن سمائه مخافة رد تلوح به طهران منذ مدة لكن وزارة النقل العراقية تروي زاوية ثانية من القصة تحكي عن ملاحة طبيعية تدعمها السياحة الدينية في موسم الزيارة على أن الخسائر والأرباح وحدها من يمكنها تحديد أي صورتين أوضح حمى التوتر في الشرق الأوسط ترتفع إلى عنان السماء إذ يغلب الحذر على الملاحة الجوية في المنطقة من رد إيراني مرتقب وتحذيرات ترفعها طهران بوجه الكيان الصهيوني وردة فعل متوقعة من الأخير في حال تعرضه لهجمات أجواء النقل المدني في الشرق تشهد اضطرابا ما بين تأخير وتأجيل للرحلات وتغيير للمسارات تفاديا لنقاط الصراع في المنطقة دول تضررت نتيجة لذلك ومنها العراق إذ قدمت منظمات معنية بالطيران نصائح لشركات نقل عالمية بتفادي الأجواء العراقية والإيرانية عند تسير الرحلات بين آسيا وأوروبا رغم ذلك تتحدث وزارة النقل العراقية عن عدم تأثر البلاد حتى اللحظة بهجرة الشركات للمجال العراقي اتشهد المطارات المحلية اكتظاظا وخصوصا خلال موسم الزيارات الدينية الوضع بالنسبة لمطارات لا يوجد مشكلة رحلاتنا مستمرة أيضا الرحلات القادمة والمغادرة في مطار بغداد والمطارات الأخرى هي بشكل طبيعي تسير وما عندنا مشكلة بهذا الموضوع وأيضا هناك زيادة في عدد الرحلات القادمة خصوصا لمطار النجف الأشرف الدولي حيث شدت الأيام الماضية خمسين رحلة لمطار النجف مجموعة لوفنهانزا الألمانية للطيران مددت تجنبها المجال العراقي حتى الـ 21 من الشهر الحالي وينضوي تحتها مجموعة من خطوط الطيران الأوروبية فيما غيرت بعض شركات الطيران توقيت رحلاتها تجنبا للمساء فيما يخص الرحلات الخاصة طبعا شركات باقي على رحلاتها باستثناء أن الشركات القطرية كان هناك تغيير في موعد رحلاتها من المسائية إلى أوقات النهر لحد الآن لا يوجد هناك أي مقاطعة بشكل مباشر تشكو كثير من شركات السفر والسياحة المحلية من اضطراب الأجواء والتغير المستمر على توقيتات الرحلات في العراق والشرق الأوسط وما يترتب عليها من خسائر مادية من بغداد علي أسد يو تي بي من جانبهم أكد أصحاب شركات سفر وسياحة في بغداد تأثر نشاط عملهم في موسمه السنوي جراء توقف الرحلات الجوية وتجيل بعضها بسبب الاطراب الأمني في المنطقة الشركات سفر وسياحة نحن شغلنا في هذه الأوقات من السنة لكن كل ساعة أو كل ساعتين يجينا تبليغ بأنه تأجير رحلة فلانية أو إلغاء الرحلة فلانية فبالتالي هذا الموضوع جدا يأثر يأثر على أرزاقنا ويأثر حتى على استخدام الأجوال العراقية لأن تعرف هذه الأجوال العراقية تكون بفلوس وبها فائدة للدولة فبالتالي العراق ما شاء الله صاير ساحة حرب في كل حروب الدستيب المنطقة أول الناس يتأثر به هو أحنا يعني نؤمل أنه إن شاء الله بالفترة الجاية نخلص من هذا التوتر اللي صاير بالمنطقة لأنه مو بس السياحة ولا فقط الطيران وأنما أكثر الأعمال اليوم متأثر حتى التجارة بصورة عامة الشحن اليوم الحاويات صادت أسعارها أضعاف والسبب هو أنه الخوف الدخول من جانب الإيران أكيد طبعا بهاي الفترة الحالية صارت كل شي هوية رحلات اللغة قمنا نضطر أنه إحنا إلا نحجز غير رحلات بأسعار يعني كل شي أغلى اضطرنا أكثر شي بالنسبة لإسطنبول رحلات تركيا رحلات بيروت كل شي هوية صار بيها إلغاء صرنا حاليا أنه يعني فنادق صرنا نحجز أكثر بسبب إلغاء الرحلات والأسعار كل شي صارت غالية بشكل يعني مبالغ بي بالذات هاي الفترة الحالية نهاية النشرة شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة